اهلا بكم في تاني واخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي وطبعا عندنا حاجات كتير نتكلم فيها في الفقرة دي ولا سيما اللي كان حاصل في النادي الاهلي في الفترة الاخيرة كنت بدأتش قبل ما ندخل على الهوى دلوقتي مع ضفنا اللي منورنا كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق صباحا فلع على حضرتك صباح الله عزيزك طبعا سعيدنا موجود معنا انت اللي بتساعدنا وبتشرفنا بوجودك الله يخال الله حضرتك وكنت بقول لكابتن ياسر عايزين في الاول قبل ما ندخل في التفاصيل ونتكلم عن الحراس بصفة خاصة يمكن عايزين برضو نعمل عليها شوية سترس كده في فقرتنا النهاردة بتكلم معاه بقول له عايزين في البداية نتكلم عن اللي حاصل الفترة الاخيرة ما كانتش هي الفترة الامسل بالنسبة لنا في النادي الاهلي فكالعادة فجأني بأنه هو شخص منظم جدا الحقيقة يعني عامل بقى دراسة تقريبا دراسة كاملة وافية عن أسباب اللي حصل وكيفية العلاق كمان فتحب نبتدي من هنا ولا نبتدي من فين؟ وطبعا أنا سعيد أن موجود مع حدرتك الله يحديك سعيد أن موجود في قناة النادي الاهلي نورنا ودائما اللي يطلع بحديك لازم يبقى منظم ولازم يحضر كويس للمحرك دائما يحضر بحديك منظم من غير حاجة وإن شاء الله يعني عندك كمية معلومات جمدة جدا فلازم الواحد يكون متخفض يا فندم بعض ما عندكم الله يخل لحديك ربنا يخليك تعالي نبتدي فعلا بالفترة الأخيرة دي زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية أن هي ما هيش الفترة الأمسة شفنا فيها أوضاع وأداء مش معتدين هو بس حضرتك إحنا نقول بداية من الدول الأولى النادي الأهلي كان حقق نتائج موزهلة كالطبيعي بتاعه والدول الأولى النادي الأهلي كزمان كل المتشاط ما عادت عدل مع نادي فيوتشها بس فكان حقق نتائج ممتازة جدا جدا وعمل المعتاد العادي لعبوا في تصفيات كالس العالم مع المنتخب لعبوا في تصفيات كالس العالم مع المنتخب يعني هتلاقي قوام المتخب 7-8 لعيب أسرين من نادي الأهلي وبعد كده لعبنا نادي الأهلي حتى ضحى ولعب في كأس العالم عندها لعب بمعظم أول ماتشب بمعظم لعيبة الشباب فبالتالي هو الدور ببداية من بداية الدور الثاني علشان فيه مشاكل عوامل خارجية فمن هنا أنا طبعا بأي تكلام كابتن محمود الخطيب فعلا لما يكون رؤيس النادي بايدك يعني يكون نجمك بيه زي كابتن محمود الخطيب ويأخذ قرار زي دوت فطبعا ده كراركة مهمة جدا في التوقيت دوت راحت بعد اللعيب الكبار واللعيبة اللي هي لعبة كتير مع المنتخب واستعانة بالشباب ومن هنا بردك بنشكر طبعا طبعا نجم كطاع الناشين كابتن خالد بيبو إن في التوقيت دوت دايما في بداية السنة يعني اللعيبة لسه بفترات الإعداد والكلام دوت فطبعا كون إنه هو النادي الأهلي أول من كابتن الخطيب تطلع القرار ولعبوا بالشكل دوت فأكيد طبعا إنه خالد بيبو عمل شغل كويس مجهزهم مجهز طبعا جدا افتح الباب عندنا كان ملعب أربعة في قطاع الناشئين دايما بتحس إنه هو إيه أي فئة بتخش جوجه زي الملاكم كده تخش تحاف الباب أول تلت ساعة اثنين تلاتة على طول فملعب الشباب في مدينة النص وملعب التيتش تحس إنه هو يعني إيه زي حلبة البوكس كده أو المساعة أي حد يخش للملعب ده على طول يعني فبالتالي اللعيبة طلعها بنفس الحماس بنفس القوة والنادي النادي الأهلي طبعا سيد غريب وكريم كل واحد كمان يعني عايز يثبت نفسه وبعدين ساعات بتيجي فرص ممكن ما تتكررش كتير صحيح صحيح كلام حضرك مزبوط فالدوب هنا حصل مع النادي الأهلي بعد تصفيات كاس العالم مع المنتخب وبعد التصفيات كاس أفريكا مع المنتخب فحصل دوب كبير جدا الدوء التاني طبعا كان فيه تعادل مع نادي الجيش وبعدين تعادل مع سواميكا وتعادل مع البنك الأهلي والأهلي والزمالك 2-2 والجونا 0-0 وبعد كده عملنا نتيجة ممتازة جدا نفوز على فيوتشير اللي احنا تعادلنا معها في الدول الأولاني 4-0 ودي كان نادي الأهلي عمل مبارك بها جدا جينا بعد كده تعادلنا مع المقاولين وفاركو فالنتائج دي احنا فقدنا فيها 17 لقطة طبعا 17 لقطة كتير جدا كانت كافلة ان احنا ناخد الدور من بدر يعني أكيد فديه أصريت جامد جدا نزيف نقاط حصل وحطتنا في الموقف اللي احنا فيه طبعا دخول مدارب جديد سماني ما مشي جي المدارب جديد توقيت دخوله كان صعب عليه يعني كمدير فني دخولش النادي الألي في التوقيت ده وطبعا صعب نحكم عليه دلوقتي انه حقاب يبقى خطم يعني جائر إلى حد كبير لان هو مدير الراجل لسه ما خدش وقته ما خدش فرصته ولا ايه انت شايف ايه هو يعني فيها حاجتين عشان نكون بصوحة يعني اولا هو لما جي النادي كان فيه لعيبة كتين مصابة اي ودخل على الفئة مش مكتملة وبدأ يدخلوا عناصر شباب وبدأ الكبار لما تلقى الكهار ده بدأ في لعيبة كتير اللي هي كانت تراجعة من اصابات لسه ما جزيتش زي مثلا ماتش النهاردة لما نيجي نتكلم عندك عنصرين قسيين مش موز ديانج وديانج من اللعبة المهمة جدا جدا في الفئة لما بيكون فاي بس هو العيد مهمة في الفئة فالنهاردة برضك فيه اثنين ويتاو طبعا مصاب فيه اثنين كمان فطبعا كل الماتشاط حضرتك بتلاقي عناصر كتير من الاسمين مش موجودة وعناصر بتجع تخش وشباب فهو لسه برضك بتحس ان ايه الدنيا متلغبطة شوية لان فيه عناصر شباب وعناصر قديمة وعشان تعمل التوليفة دي بتاخد وقت شوية فهو تحس ان لسه يعني عايف ايه يعني مش ولا نقدر نحكم عليه وبعدين فيه ملامح للفئة مش باينة لسه في دخول يعني مثلا لما نيجي نتكلم هنا على مطش الاهلي وال الاتحاد يعني الجملة دي الوحدة على فكرة جديرة بان احنا نتوقف عندها شوية حلوية ان الملامح مش باينة مش باينة دي تكاد تكون مصيبة ايوه شكده برضو ايوه ملامح الفئة مش باينة يعني بص حضرتك مثلا مطش الاتحاد لعبنا بعلي لطفي محمود بلتولي وهم ابيع محمد اشرف كريم فؤاد محمد عب منهم دي يانج زياد طاي اتقلق في المطش جدا محمد فخي محمد محمود احمد سيد غايب مجموعة من الشباب ده بعد قر كانت محمود الخطي مجموعة من الشباب لعب احمد سيد غايب جاب جنين جنين التاني ده زي بتاع عماد ماتعب كده ايوه التوجيه والتحرك من وراء الديفنس ولعب بدماره مش كواس جدا زياد طريق جاب جن يعني زي عبو تريكا يعني جن جامل جدا فجئنا المطش اللي بعده ان زياد طريق مش موجود اساسا فدي يعني يعني في حاجات بتبقى غريبة شوية لما تيجي يعني تفكر فيها شوية هل هو مثلا يعني بيعملوتوش طب ما هده لسه اول مطش العام انا ممكن اقاطعك انا اسف جدا بس استأذلك تعال فكر في الفاصل لان احنا لازم نطلع فاصل نقلبها في دماغنا ونرجع نكمل الكلام تلك يا اهلا بحضراتكم مرة تانية رجعنا عشان نكمل كلامنا ودردشتنا مع ضيفنا العزيز اللي منوارنا في حلقتنا النهاردة كابتن ياسر مصطفى نجم النادي لأهلي السابق واللي كنا منتكلم معاه في الشوية اللي فاته يعني على فكرة الملامح اللي ما كانتش واضحة قوي للفريق في الفترة الأخيرة وعشان الوقت ما يسرقناش خلونا نتكلم عن اللي جاي استزالة كابتن ياسر نتكلم بقى عن المباريات المتبقية للنادي الأهلي ولا سيما مباراة النهاردة اللي بالمناسبة كابتن ياسر وإحنا في الفاصل برضو كنا مندردش كده فبيقول لي على فكرة ماتش النهاردة ماتش خطير خطورته جاية من فين ومن دين ماتش النهاردة ماتش صعب جدا بالنسبة للنادي الأهلي لأن طبعا هو بيلعب فقت استن طبعا بيلعبه على الهبوط استن طبعا عندها عدد ماتشاط قليل جدا فضل الله طبعا النادي الأهلي فضل الله قيبع ماتشاط عندها الأهلي وعندها الإسماعيلي وعندها البنك وعندها الزمالي فأربع ماتشاط هو عنده 28 نقطة وعشان يوصل لطوق النجاة يوصل ل35 نقطة ففضله سبع نقاط من أربع ماتشاط فبالتالي هم يقتلوا النهاردة أمام النادي الأهلي بشكل كبير جدا لأن ده يعني المبارده لأنه فيه مبارده تانية في نفس الموضوع مع المحلة احنا ممكن هقول لحدها كبيردك المبارده المتفكرة للفئلة تحت حتى نوصل لخطوط المبارده بتاعتي النهاد المحلة مثلا عندها الجونة في الجونة المحلة عندها 30 نقطة لو الجونة كسب هيجيب المحلة معهم فايبقى المواقف هيبقى بالنسبة للجونة 28 والمحلة 30 لو الجونة كسب المحلة بقى 31 جاب المحلة في الموضوع فالمحلة وجونة مج allegations صعب جدا المحلة عندها المقاص بعد كده وبعد كده فرك برع وبعد كده عندها الاتحاية لما نيجي نقول إستن إستن فضل لها ماتشات إيه الأهلي النهاردة فطبعا بالنسبة له ثلاثة بونت مهمين جدا على القاتل عليهم لو خد بونت هيبقى كويس بالنسبة له فبالتالي موضوع الماتش النهاردة هيبقى صعب جدا عن نادي الأهليهم في عنصر أسلين زي ما قلنا ديانج طبعا في نص الملعب عنصر أساسي مهم جدا خلاص يطلع قرار أنه ياخد روحة زي بيت اللاعبين وعندك تقو بغدك للإصابة فطبعا لنصر цен المهمين جدا مش عايفين طبعا رجل أيلعب النهاردة تشاكر إلليها بأيبقى زي فلما نيجي نقول للمبارات المتباكئة للنادي الأهلي فعنده النهاردة إستن بعد كده عنده الإسماعيلي بعد كده عنده إنبي الجيش سواميكا في خمس موطشات متباكئة للنادي الأهلي فمن هنا ماتش النهاردة صعب جدا جدا على النادي الأهلي مش يبقى ماتش سهل لان طبعا هم بيلعبوا على البقاء والنادي الاهلي طبعا بيلعب الآخر دي على حصوصه على الدوي يعني بالأرقام لسه طبعا كل حاجة ممكنة لكنها بقت صعبة لكن مش مستحيلة فبالتالي من هنا الموتش بقت صعب ممرض أن حالك بتوصف لقاء النهاردة ده بأنه خطير أو مباراة خطيرة دي في حد ذاتها إشارة على أن الوضع في النادي الاهلي حاليا مش المعتاد مش ده العادي على فكرة مع كل التأدير والاحترام لكل الفرق برضو لازم ناخد في الاعتبار أن أي فريق بيواجه النادي الاهلي آيا كان مستوى الفريق ده بيتغول يعني اللعيبة بتتحول تقريبا ما تفهمش بيجوا عند النادي الاهلي دايما وكل واحد بيعمل أقصى ما عنده وزيادة لأن طبعا هم دلوقتي فرقة بتلعب على البقاء فبالتالي هو كل العيب بيعرض نفسه قدام النادي الاهلي كل الناس بتتفرج على مطشرة النادي الاهلي في كل الدول مش في مصر بس يعني أنا لما شغال في الصدق طبعا لازم نتفرج كل الفرقة يعني كل الأندية بتجي لعب قدام النادي الاهلي فبيقامتش بالنسبة له مطش الموسم يعني مطش الأهلي في الدول الأول مطش الأهلي في الدول الثاني هو ده تبيختم الموسم بالنسبة له فبالتالي هو عاوز يعرض في نفسه في أحسن شكل ممكن علشان السنة الجاية يبقى فيه أندية طلباء أو يبقى يجدد في النادي بتاعه بشكل كويس جدا فبالتالي بيقامتش مهم جدا مطش النادي الاهلي اللي قمت شاف وطبعا بيلعب نادي القرن فطبعا يعني مطش مهم جدا بالنسبة له شايف الخطوات اللي اتخذت في الفترة الأخيرة يعني كخطوات في طريق الإصلاح إلى أي درجة يعني حجم رضاك عن القرارات دي وشايف أن هي إلى أي درجة هيبقالها نعكسات طيبة في الفترة اللي جاية ممتازة ممتازة طبعا أنا شايف أن الكعور اللي خده كابتا محمود الخطيب كعور ممتاز جدا بتصعيد بعض اللاعبين الشباب وهو عندنا بالنسبة للحراس مثلا على لطف اللاعب وقدى بشكل كويس جدا كان قابليه شبير لعب مصطفى وكان شكل كويس جدا مطش المقصة فبالتاني احنا خدنا في كل الخطوط كم من لعيبة كويس جدا كسبنا كذا لعيب واتمنى أن احنا نستفيد منهم واتمنى أن القرار دي يفضل دايما حتى اتحاد القرار يطلع قرار زي ما كابتا الخطيب قال كده أنه يضيف خمسة من فريق الشباب على الفريق الأول طب الأجيال اللي قبل بقى أجيال كابتا مصطفى الشبير يعني الشباب اللي هو واعد في حراس المرمى رؤيتك ليهم عاملة ازاي والله أنا شايف بودك أحمد طاق سليمان اللي هي بالماتش اللي فاتوا وابن الأمناة النادي آلي الماتش بتاع المقصة دوت قدى بشكل كويس جدا أحمد بالنفس سن مصطفى يعني تحس أن النادي الأهلي بيطلع دايما الحراس على مستوى عالي جدا على المستوى الطبيعي يعني النادي الأهلي دايما يعني مليء بالنجوم إن كان حراس مرمى أو اللاعبين وأعتقد إن شاء الله الفترة اللي جاية يبقى عندنا شكل الحراسة في النادي الأهلي مختلف في الشكل تعالى نطلع سريعا بره إطار النادي الأهلي ونتكلم عن المنظومة الكروية في مصر بشكل عام برضو من ضمن المستجدات اللي حصلت الفترة الأخيرة تعيين خبير التحكيم الأجنبي كلاتنبرجو وجلب اتنين مدربين بورتغالي وبرازيلي المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي الفكرة دي برضو إلى أي درجة أنت شايف أنها ممكن ينتج عنها خير في الفترة أنا شايف موضوع التحكيم ده مهم جدا معمول في السعودية وجيبين خبير أجنبي وشكل كويس مش هيبقى عنده توجهات أو كده بالتالي يعني الحياة دية هتكون مضبونة أنا مع الموضوع ده جامد جدا موضوع الموديل الفني المنتخب الأول يكون أجنبي أنا معاه ممتاز جدا لكن موضوع الموديل الفني بالنسبة للمنتخب الأجنبي أنا مش معاه خب ده اللي عندك تحفظات ليه بقى أقول لحده في عجالة كده لأن الموديل الفني بتاع المنتخب يحتاج يكون وطني أكتر عشان بيأسجيل وبيلف على المحافظات ويبقى عايف هنا إيه وهنا إيه وهنا إيه دايما النجحه دايما مع المنتخبات دايما مصير أنا دايما مع الموضوع الوطني في كل عموما إحنا بنتمنى انصلاح الأحوال للمنظومة الكروية بشكل عام وأكيد ليه النادي الأهلي بصفة خاصة لأن الحقيقة يعني مش ده اللي احنا متعودين عليه ولكن في الأول وفي الآخر احنا عندنا ثقة حتى تبقى للتاريخ يعني ما اللي يقرأ تاريخ يعرف كويس قوي إن اللي كل جواد كبوة فاحنا قد نكون بنمر بمرحلة الكبوة دي ولكن الحاجة الأكيدة إن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية بعد كمان القرارات التصحيحية إنجاز التعبير صحيح أكيد هتوقتي ثمارة الفترة الجاية وحنشوف خير إن شاء الله على التراك المضبوط وده بتحصل لنادي أقل كل 15 و 20 سنة فإحنا اللي الوقت على التراك المضبوط بدأنا ناخد الشكل المضبوط اللعب بالشباب والكلام دو يعني في الاتجاه السريف يا مساهل الحال أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا نورتنا وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقات جاية دائماً ما يكون سعيد إنه موجود مع حضرتك ودائماً سعيد إنه موجود في قناتنا الله يحليك والشكر موصول لكم مشاهدينا بكل مكان على حسن متابعتكم لنا في حلقتنا النهاردة إن شاء الله نشوفكم على خير يوم الحد الجاي بإذن الرحمن ويكأند جميل على الكل بإذن الله إلى اللقاء